السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ النهاردة ان شاء الله معنا حلقة اخرى جديدة عن كل العمل الجديد. نقول لكم بعض الاسباب اللي هي غير مشروعة اللي ممكن آآ بتم فصل العام من آآ طبعا قبل صاحب العمل. يعني يا جماعة بالآآ بساطة كده. ايه هي الاسباب اللي ممكن آآ تكون غير مشروعة وصاحب العمل يعني يقوم بفصل احد العمل ايه? يعني دي اسباب غير مشروعة يعني معنى الصح آآ يعتبر فصل غير مشروعة او سبب آآ القانون ما باعترفش بيه. وبتم فصل العاملين بهذه الاسبابة. طب القانون حد ايه فهذا هذا الموضوع او ضمن حقوق العاملين ازاي في هذه الجزئية? ده اللي نشرح هنتكلم مع بعض في هذا الموضوع النهاردة. قلنا نخش في موضوع على طول سبك من المقدمات دي. آآ المادة مية اتن واربعين آآ بتكلم عن انه ازا انهى صاحب العمل العرض غير محدد المدة لسبب غير مشروعة. يا جماعة نركز بعض ازا انهى صاحب العمل العرض غير محدد المدة. العرض اللي هو مفتوح معنا اصح. لسبب غير مشروعة كان العامل الحقي في تعويض عما اصابه من ضرر بسبب هذا الانهاء. بمقدار اجل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل زلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه. المقررة قانونا ويعتبر من اسباب قدر المشروع مايتي. يعني مبدئيا كده لو صاحب العمل انهى اه العمل هنا من حق اه طبعا اه العامل في تعويض عن اه طبعا هو ضرر من اهزاء من فصل من فصله بمعنى صح او انهاء العمل. هنا من حق ان هو يكون ليه في تعويض شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة اللي هو اشتغاله يعني لو اشتغال خمس سنين يبقى هو ليه مسلا على كل سنة من خمس سنين دول لشهرين اه طبعا اه عن عن خمس سنين دول. اي ان كان بقى مدة الخدمة بتاعتهم. هنا بقول لك ولا يخل زلك بحق العامل في المطالبة ازا كان بقى في حقوق مقررة يعني حقوق تانية غير. يعني يا جماعة الشهرين دول على جنب الوحدهم. لو ليك بقى مرتب ليك مزايا تانية برضو. القانون ما بيخلش بحقك في كده كعامل من عاملينك بتاع الخاص. لأ من حال الطالب بهم ويتاخدهم. تبنيجوا بروح بقى الاسباب الغير مشروع اللي ممكن صاحب العمل يقوم بها وهنا طبعا بتعتبر اسباب غير مشروع وهي طبعا زي ما هنقوم بعضلات. اول حاجة انتساب العامل لأي منظمة نقابية او مشاركته في نشاط نقابي في انطاق هذا القانون. يعني لو العامل يعني انتسب الى منظمة اي منظمة نقابية او مشاركته حتى على الاقل في اي نشاط قنقابي. اه لكن فيما يعني اه بيقولوا هذا القانون. اتنين بقى ممارسة صاحب آآ صفة المفاوض ممارسة صفة المفاوض العمالي او سبق ممارسته هذه الصفة او السعي الى زي. يعني حتى لو انت يعني بتمرس صفة المفاوض العمالي عن العاملين معك في الشركة او في المكان اللي بتشغل فيه او حتى قدت مارسة هذه الصفة قبل كده او حتى بتسعى اليها. ده برضو من ضمن اسباب غير مشروعة. لو صاحب العمل بسبب زلك انت مسلا ساعات انك تبقى مفاوض على العمال ساعات ان انت عاوز تمارس النشاط ده. وهي فصل بهذا الشكل او عشان الجزئية دي. لا هنا ده اسباب غير مشروعة. اه تقديم شكوى او اقامة دعوة ضد صاحب العمل. يعني لو انا كاحد العمالين قدمت شكوى او حتى عملت دعوة قضائية ضد صاحب العمل. وصاحب العمل اخد اخد ضد اجراء وانهى عملي. انا العقد بتاعي وفصاني معنا صح. لا دي برضو من ضمن الاسباب غير مشروعة. نكمل باندي مع معك او المشاركة في ذلك. يعني حتى لو هتشارك في ذلك. اه طبعا تزلما من اخلاله القوانين او اللواح او عقود العمل. يعني اه يعني ما بتزل من اخلال القوانين او اللواح او عقود العمل هنا برضو ده يعتبر جزئية من ضمن اللي هي اسباب غير مشروعة. اه كده خلاصة تقديم شكوى او قامة دعوة ضد صاحب العمل او حتى مشكلة في ذلك ده من اسباب غير مشروعة يا جماعة. بعد كده معنا التوقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. لو حجز على مستحقاتك وما ما صرفش مستحقاتك. هنا برضو دي برضو اسباب غير مشروعة. استخدام العامل حقه في الاجازات الممنوحة له تبقى للاحكام هذا القانون. طبعا دي بنده مهم جدا لان كتير طبعا بياخدوا اجازات من حقهم ياخدوا اجازات. لو صاحب العمل بسبب هذه الاجازات هنا ووقع عليك وانهى عقد عملك ده برضو من اسباب غير مشروعة. يعني ليك اجازات خدها. ليك اجازات يعني من حقك تخدها. لو حصل ضدك فاصلة بقى تاع الصوفي فاصلة عقد بسبب ان خدت اجازات ده برضو من اسباب غير مشروعة. اه البندي بقى كده اللون او الجنس او الحالة الاجتماعية او المسؤولات العائلية او الحمل او الدين او الراي او السياسة. يعني اللون او الجنس اعتقوا دمهم مشكلة من الحالة الاجتماعية مش عارف هنا عن العقد ازاي لكن اه البندي بقى كده. اه لو مسلا لو الحالة الاجتماعية ممكن مسلا تبقى صعبة شوية بتطلب صلف بتطلب يعني مساعدات وهو من هذه الحالة يعني انهى العقد برضو اسباب غير مشروعة. او المسؤولات العائلية تقع نفس البندي او الحمل يعني از كنت واحدة بتشتغل في القطاع الخاص وبسبب الحمل انا العمل ده مش من حقه. وبعد كده او الدين او رأي السياسي حتى لو قلت راكس سياسي مش من حق برضو ان هو في السلك. تبكر يا جماعة للقانون مش كلامي انا. واتطلع العمال لقانون جديد يحافز على حققهم ويوفر حياة مستقرة واجر عادة ورعاية اجتماعية وصحية ونظام التأميني. يحق لهم الامن والاتمنان على مستقبله من المهني والاسري. كما ان صاحب العمل يتطلع الى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته. يعني ايما في نهاية الموضوع كل عمل بين صاحب العمل والعملين. صاحب العمل عاوز اه يعني استثماره لامواله يكون لها اه ايجابية يكون لها نواتج. والعمل يلتزم بواجباته. العامل في نفس الوقت برضو عاوز برضو حياة كريمة وعاوز حياة مستقرة. عاوز اجر عادي عاوز رعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحافز له على حياته يكون متطمن على مستقبله اه الاسري ومستقبله هو شخصية. ده كان موضوع النهاردة عن الاسباب غير مشروعة اللي ممكن صاحب العمل يستخدمها ولو حصلت معكم كاحدة العملين في القطاع الخاص تقدر ان انت تاخد حقك بدون اي مشاكل لان جماعة قانون خلص من مجلس مجلس الشيوخ المصري وهيتناقش قريب في مجلس النواب وهيكون قريب للنور. تبعونا في كثير من الحلقات عن القانون العمل الجديد بنشرحه في قائمة خاصة بهذا الموضوع في القناة خش على القناة هتلاقي في حاجة اسمها قوائم تشجيل خش عليها هتلاقي العديد من الحلقات بتتكلم عن حلات كتير زي استمارة ستة وزي الاجازات وزي كافة نهاية الخدمة واخلافهم من اللي خصك كاحد العملين في القطاع الخاص. اتمنى ان شاء الله لكم الموضوع يدير توصله بشكل مبسط. تشجعونا باللايك لو شايفوا القناة له محتوانة بيفيدك. واختم كلاهين بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.